السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم طلابي طلابي الصف السادس الابتدائي ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن الدرس الثالث الحياة الاجتماعية في عصر الدولة الاسلامية في قناة نستر اسامة محمود يريت لو اول مرة تدخل القناة ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتبعت لكل صحابك عشان الكل يستفيد ويلا نبدأ على طول واول حاجة لازم نبقى عارفنا كويس قوي ان الحضارة الاسلامية تميزت بقيم انسانية زي العدل والمساواة واحترام المرأة ومن الشخصيات النسائية اللي كان لها دور كبير جدا في الدولة الاسلامية هي السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها زوجة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وهي اول من اسلمت من النساء تميزت بالزكاة والحكمة قوة الشخصية وساندت الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في نشر الدعوة ومن انساش السيدة اسماء بنت ابي بكر ودي سهمت في نجاح خطة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لو فاكرين كويس قوي انها كانت تقوم باحضار الطعام في غار صور ولازم نبقى عارفين من هي زيط النطاقين اكيد عرفتوها هي السيدة اسماء بنت ابي بكر وبكده عرفنا مع بعض شخصيات مؤسرة منهم اللي ساعد بالاموال وشارك فيه نجاح الدعوة الاسلامية مثل السيدة خديجة اللي سندت الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في نشر الدعوة وكمان اللي اتصفت بالشجاعة اللي خرجت في الليل تحمل الطعام السيدة اسماء بنت ابي بكر يبقى كده عرفنا مع بعض شخصيات مؤسرة من الشخصيات المهمة جدا في الحياة الاجتماعية في الدولة الاسلامية